السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة أخبار الرياضة في جديد أخبار اللعبين المختلفين من نصر الجزارية في مختلفة دورية الأوروبية وحسب آخر الأخبار من فرنسا فإن نضاعي الأيصال لنادي أفسي باريس الفرنسي جوان حاجم بات يتواجد محل اهتمام أندية إيطالية وأخرى ألمانية حيث أكد ذات الأخبار بأن نادي تورينو الإيطالي وكذلك نادي فريبورغ الألماني يرغباني في التعاقد مع الضائر الأيصال لنادي أسي باريس والصعب 18 سنة جوان حاجم خلال الملكة الشتو الحالي وذلك نظرا للمستوى الكبيرة التي أبان عليها هذا اللعب الشام خلال الموسم الحالي مع الفريق الأول لنادي أسي باريس بدور الدرجة الثانية الفرنسية مع اللعب بأن اللعب جوان حاجم شارك خلال الموسم الحالي مع الفريق الأول للنادي أسي باريس 11 مباراة من أسوة 19 مباراة لعب عادة الندي في مختلف المنافسات كما أن ذات اللعب تواجد بصفة مستمرة مع المتابل الفرنسي لفئة تاقل 17 سنة وذلك نظرا للمستوى الكبيرة التي أبان عليها في منصب الظاهر الأيصال وللتذكير فإن نادي أسي باريس الفرنسي سبق له ورفض عرض رسمي من قبل نادي أولمبيك مارسلية الفرنسي والذي كان يرى في الاستفادة من خدمات اللعب جوان حاجم خلال الملكات الصيف الماضي مقابل مبلغ مالي قيمته 1 مليون أورو كما يجدوا بالذكر بأن اللعب جوان حاجم من مريد سنة 2003 بفرنسا وصولوا جزاديا من جهة 3 في حين أنهم اللاعب من وصول فرنسية يلا في منصب الظاهر الأيصال طوله 1.84 سنتيمات ووزن اللاعب 3.80 كيلوغرام سيكون له شأن كبير في القريب العجل سلام